شكل الجمهور في النهاية كان عامل إزاي؟ شكل الاحتفالات؟ شكل المفعلات كتوق؟ رزدين ده إزاي؟ طبعاً جماهير الأرجنتيني يعني مش عايز أقولك من كوكب تاني زي ميسي كده هو فعلاً جمهور من كوكب تاني هم أصلاً أعتقد من أول المنديل وهم الأكثر على الإطلاق موجودين في الشوارع بشكل كتير جداً في المترو هناك كل الجمهور الأرجنتيني حتى يعني عايز أقولك على حاجة لاحظناها أن معظم الجنسيات التانية اللي هي الأسيوية والوافدة برضو بتشجع الأرجنتيني يعني واضح أن كان الاتجاه كله يعني كل المناخ كله مع الأرجنتيني الناس برضو كانت متعدخم مع ميسي بشكل كبير وأنه ده كالعالم اللي يختم به يعني تاريخه الطويل النسبة للجماهير برضو إحنا كان في حاجة إحنا كنا بنصور النهاي في الترابيون فكنا في وسط الجمهور فكان لما الجن يخش أنت بتخش يعني أنت معهم بتمصال معهم برضو يعني إحنا شفنا ناس بتصوت وتسرخ في المهم اللي هما المعلقين الأجانب لا حاجة يعني كانت أجواء جميلة جدا أكتر من مرة أصلا قاعدنا واحد مع الجمعة يعني مثلا الجن يخش أو مثلا هاجم مثلا تضيع أعتقد أنت كنت تكلموا على الصورة دي آه بالضبط كده صحيح فإحنا عادي مثلا فيه مثلا حاجم مثلا خطرة راحل فتلاقي مثلا واحد أرجنتيني يخبط على الترابيون يعامل يعامل يعني آه يعني عايز أركز عايز أركز في الكارب يعني بتوطّق كده إذا كنتم بتتعاملوا في وسط الانفعالات دي علشان تقدروا تلتقطوا صورة سليمة منعجيا عايز أشتغل أوه بشجع أوه مفاعل معاكم لكن في الأخير ما عايز أعمل شغلي ده بيجي نتيجة طبعا تراكم خبرات يعني أول حاجة يعني نصيح لأي مصور صحفي إنه هو يحط انتمائه على جنب سواء بقى بيشجع سين جيم أنا أنا رايح أصور أوسق متش فريقي بيخسر يعني أنتم مباراة تثنائية زي مباراة الأرجنتين والسعودية دي كنتوا قادرين أنتم تتحكمهم بس أنا أسل هو في حاجة أكبر من كده هو أنت السعودية أو الأرجنتين مش بلدي إحنا كنا بنصور منتخب مصر وهو بيصعف تأس العالم لا أحسنتني خالص بقى سيك أنت يعني إيه لا لا يا مصر لازم يكون فيه طبعا عشان أطلع الصورة دي يعني أنا لو هتفاعل مع الحدث أنا خلاص كده خرقت من كوني مصور صحفي وكوني إن أنا بوسق الصورة دي لمشجع كوني إن أنا دخلت بقيت مشجع خلاص كده أحمد كما يقصد إن إحنا مرنا بحاجات أصعب من كده يعني أصلا منتخب بلدي كان في الدقيقة 92 وبيصعد مصر والكونغو كان يعني إيه ضربت جزاء وإحنا سبتين ويعني بنصور ما فيش أي لا فطبعا يعني لا إحنا مدربين على ده وخضنا حاجة زي دي وتحطينا في مواقف صعبة جدا صعبة من كده بكتير